اشتركوا في القناة فيديو السابق أو التسجيل السابق بأن الإضغام هناك يعني يشترط فيه أن يكون في كلمتين وإذا جاء في كلمة واحدة لا يقال عنه إضغام وإنما يقال عنه إظهار مطلق ويوجد في أربع كلمات فقط في المصحف دنيا بنيان قنوان صنوان وكثيرا ما تأتي في سؤال الصحب الخطأ أو اختاري مثلا كلمة بنيان فيها حكم الإضغام لمجيء النون الساكنة وبعدها حرف الطالب الذي لم يطلع على الحالات الخاصة أو شرط الإضغام ممكن جدا أن يحكم على هذه الإجابة بأنها صحيحة بالرغم من أنها إجابة خاطئة طب هل يوجد استثناءات ثانية لقاعدة الإضغام؟ يوجد الآن الإضغام شرطه أن يكون في كلمتين عند نون ساكنة أو تنوين وبعد حرف من أحرف الإضغام الشرط الأوء الثاني أن يكون في كلمتين طيب ممكن أن يأتي نون ساكنة أو تنوين وبعد حرف من أحرف الإضغام في كلمتين ولا يطلق عليه إضغام؟ يوجد هناك بعض الاستثناءات في المصحف في ثلاثة موضع الموضع الأول في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم عندما نصل ياسين والقرآن الحكيم نصلها بالإضغار ولا نصلها بالإضغام بالرغم من أنه لو أردنا أن نتماشى مع القاعدة الأساسية في الإضغام الأصل أن يكون حكمها إضغام طب لماذا لا تنتق بالإضغام؟ لأن الإمام حفظ نطقها بالإضغار ونحن نتبع رواية الإمام حفظ الإمام حفظ قراءها مظهرة إذن ياسين والقرآن الحكيم ما حكمها؟ حكمها الإضغار المطلق الآية الثانية نون والقلم وما يصطرون أيضا بالرغم من أنه حسب القاعدة العامة الأصل أن نقول أنها إضغام لكنها تبعا لرواية الإمام حفظ يطلق عليها إظهار مطلق وهناك فرق بين الإظهار المطلق والإظهار الحلقي الإظهار المطلق بنيان قنوان صنوان دنيا دنيا بنيان قنوان صنوان أربع كلمات ثم ياسين والقرآن الحكيم ثم نون والقلم وما يصطرون وأيضا الموضع الأخير في قولي تعالى وقيل من راق وقيل من راق هنا بين النون الساكنة وحرف الراء لو أردنا أن نعرف من الحكم ممكن للحظة أن نقول إضغام ولكن عندما نرى الإشارة السين بينهما حرف السين بينهما هذه الإشارة تدل على السكت الواجب في المصحف إذن بسبب السكت لا نستطيع أن نضغم لا نستطيع أن ندخل حرف في حرف هنا يتوجب علينا الإظهار المطلق لماذا سمي إظهارا مطلقا لنميز بينه وبين الإظهار الحلقي الإظهار الحلقي حروفه همزها عين حا غين خاء بعد النون الساكنة أو التنوين أما الإظهار المطلق دنيا بنيان قنوان صنوان ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يصطرون وقيل من راق هذه المواضع السبعة تقريبا سبعة سبعة مواضع فقط لا ثمن لهم في المصحف نستطيع أن نقول بأنها إظهار إظهار مطلق نأتي إلى حكم الإقلاب بالنسبة للإقلاب عندما نقلب الثوب نقول هو حولناه عن وجهه يعني قلبناه على الوجه الآخر إذن الإقلاب هو تحويل الشيء عن وجهه في الإصطلاح تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى مين مخفى في الإظهار نحن نطقنا النون الساكنة كما هي ولم نغير فيها شيء فأظهرنا نون الساكنة والحرف الذي بعدها وهو حرف الإظهار الحلقي في الإضغام أضغمنا النون أدخلناها إدخالا كاملا في الحرف الذي بعدها بحيث لم نذكرها لا مخرجا ولا صفة لا مخرجا ولا صفة الإقلاب نقوم بتحويل النون الساكنة أو التنوين إلى مين مخفى بغنة إذا جاء بعدها حرف الباء الإقلاب نأخذ منها آخر حرف في كلمة الإقلاب وهو حرف الباء ليس لها إلا حرف واحد فقط وهو أمر يسير ويمكن حفظه بسهولة لا يمكن تحقيق الإقلاب إلا بعدة أمور أولا لكي نستطيع أن نطبق الإقلاب بشكل صحيح نحول النون الساكنة أو التنوين إلى مين مخفى إلى مين ساكنة ثانيا الإقلاب شرطه يأتي في كلمة أو ممكن أن يأتي في كلمة أو كلمتين بخلاف الإضغام الإضغام لا يأتي إلا فيه كلمتين أما الإقلاب ممكن أن يأتي في كلمة أو في كلمتين في كلمة أن بئهم نستطيع أن ننطق أم بئهم أم أم أنا لم أنطق النون وإنما قلبت النون إلى ماذا؟ إلى ميم مخفى إذن هي قلب النون الساكنة إلى ميم مخفى في كلمتين كقوله ميم بعد هي الأصل من وليس ميم لكن عندما يكون بعد النون الساكنة حرف البا نحن هنا مضطرون إلى قلب النون إلى ميم فنقول ميم بعد طبعا طريقة الإقلاب يكون بإطباق الشفتين إطباقا خفيفا وعدم الشد عليهم أو ترك فرجة يسيرة بين الشفتين إذا أردنا إطباقهما لا نبالغ في الإطباق وإذا أردنا أن نترك فرجة بين الشفتين تكون الفرجة بسيطة جدا يجب إثبات الغنة مع الإقلاب ويكون مقدار الغنة في كل الأحكام بمقدار حركتين بمقدار حركتين هذا بالنسبة للإقلاب الإخفاء أمره وإن كانت حروف كثيرة إلا أنه إذا أتقلنا الثلاثة أحكام الأولى الإظهار الحلقي الإضغام بشقيه الغنة بغرغنة والإقلاب نستطيع أن نقول ما تبقى من حروف بعد نون الساكن أو التنوين الآن لو أردنا أن نركز عندنا نون ساكن أو تنوين وبعدها حرف الحرف لم يكن لا همزة ولا ها ولا عين ولا حا ولا غين ولا خا حتى نحكم عليه بالإظهار الحلقي ولم يكن حرف البا حتى نقول إقلاب ولم يكن لياء ولا را ولا ميم ولا لام ولا واو ولا نون حتى نقول إضغام وليكن مثلا حرف التاء حرف الجيم حرف الطاء إذا جاء أي حرف من هذه الحروف وغيرها من الحروف التي لم نذكرها في الأحكام السابقة نستطيع أن نقول بأن الحكم هنا إخفاء ما معنى الإخفاء؟ الإخفاء بمعنى الستر عندما نقول أخفي هذا الأمر أي استره وأبعده عن العيون الصلاحا والنطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام يعني لا أظهر تماما حرف النون ولا أدمج تماما في الحرف الذي بعده وإنما بين بين لكن الفرق بينه وبين الإضغام في الإضغام نحن قلنا أننا نعوض عن النون التي أدخلناها في الحرف الذي بعده بشدة لكن في الإخفاء يكون غنى دائما مع حرف الإخفاء يكون هناك غنى مصاحبة للحرف لكن بدون تشديد هذا الفرق بينه وبين الإضغام الإضغام عادة ما يعوض عن النون بشدة لكن هنا النون موجودة النون يوجد هناك صفة الغنى صفة الغنى في الحرف في حرف الإخفاء طبعا إذا لم يكن الحرف كما قلنا لهمزة ولها والعين والحا والغين والخاء وإذا لم يكن حرف البا كما في الإقلاب وإذا لم يكن ياء أو راء أو لأوميم أو لام أو واو أو نون إذن سيكون تلقائيا الحكم إخفاء حقيقي وسمي إخفاء لأننا ننطق الحرف بصورة مخفية لا مظهرة ولا مضغمة فهو بين بين ما هي حرف الإخفاء؟ حرف الإخفاء مجموعة في أوائل البيت صفة ذا ثنى كم جادة شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة صف حرف الصار ذا الذال ثنى الثاء كم الكاف جادة الجين شخص الشين قد قاف سمى سين دم دال طيبا طا زد زاي في الفاء تقى التاء ضاد ضع الضاد ظالما حرف الضاء لو أردنا أن نذكرها بعد بعض الأمثلة والأنصار أأنذرتهم الأنثى منكم لاحظ لو أردنا أن ننطقها بالإظهار نقول منكم لو أردنا أن ننطقها بالإظهار نقول منكم لكنها لا إظهار ولا إظهام فهي بين بين نقول منكم منكم النون يوجد فيها خفاء ولكن لا 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 يوجد فيها اختفاء أيضا انشزوا انقلبوا الإنسان أندادا وما إلى ذلك من الأمثلة الخاصة بالإخفاء طبعا يوجد ثلاث درجات للإخفاء الدرجة الأولى وهي أعلاها وهي تكون عند الطاء والدال والتاء يعني لو جاءن ساكن أو تنوين وبعدها حرف الطاء أو الدال أو التاء مثلا من طيبات هذه أعلى درجات الإخفاء طيب أدناها أقلها عند القافي والكاف كما قلنا تو منكم منكم أو من قبل هذه أدنى درجات الإخفاء إذن عندنا أعلاها وعندنا أدناها طب أوسطها ما تبقى من حروف الإخفاء يعني لو ردنا نقول حرف الصاد أوسطها حرف مثلا حرف الضاد أوسطها مثلا حرف السين أوسطها حرف الفاء أوسطها وهكذا إذن طاء دالتا أعلى درجات الإخفاء القاف والكاف أدنى درجات الإخفاء وما تبقى من حروف الإخفاء يكون من أوسط درجات الإخفاء نعقد فقط مقارنة وسيطة بين الإضغام والإخفاء عادة الإضغام كما قلنا سابقا معه تشديد نستعيد عن النون التي أضغمناها في الحرف الذي بعدها بشدة الإخفاء ليس معه تشديد الإضغام له نوعان بغنة وبغير غنة اللي بغنة في كلمة ينمو يانا نون ميم واو بدون غنة اللام وراء الإخفاء كله بغنة كله بغنة واشترط في الإخفاء أن نغن غنة الإضغام مرققة طبعا سبب الترقيق أن حروف الإضغام جميعها مرققة فالغنة تتبع الحرف الذي بعدها أما في الإخفاء فهي تابعة للحرف بمعنى ننظر والله عندنا حرف الطا إذن الغنة مفخمة حرف الدال الغنة مرققة حرف مثلا الشين الغنة مرققة حرف الضاء الغنة مفخمة إذن يتتبع للحرف إذا كان الحرف مرققا تكون مرققة الغنة مرققة وإذا كان الحرف مفخما تكون مفخما سنأتي يعني بعد هذه المحاضرة على إن شاء الله تفخيم الترقيق لكن من باب الذكر حروف التفخيم خصة ضغط قذ حروف الترقيق هو ما تبقى من هذه الحروف عندنا شرط في الإضغام أن يكون في كلمتين ولو جاء في كلمة واحدة نطلق عليه إظهارا مطلقا أما في الإخفاء قد يأتي في كلمة كما كلمات منكم وقد يأتي في كلمتين كما قوله إن شاء الله الإضغام يكون في الحرف نحن ندخل حرف في حرف الإضغام الإخفاء يأتي من كلمة الإخفاء يكون عند الحرف وليس في الحرف كلمة في الحرف نحن أخفيناه نحن قمنا بإلغاء الحرف كأنه ليس موجودا أما عندما نقول أخفينا يكون عند الحرف ولكن لا يكون في الحرف بهذا القدر نكون قد انتهينا الحمد لله من احكام النون الساكنة والتنوين ارجو رجاء حار ان يتم التركيز عليها لاستماع المحاضرة اكثر من مرة من يجيد احكام النون الساكنة مسبقا يعني اخذ دورات او ما الى ذلك يبدأ من الان في عمل بحث خاص في جزء من الاجزاء حسب ترتيب اسمه مثلا كلمة احمد احمد ممكن ان تكون في ترتيب السجل الاول او التاني او التالت بحكم الهمزة اذا عليه الجزء الثالث في المصحف محمد مثلا ترتيب حسب الكشف 15 اذا سيكون عليه تحديد احكام النون الساكنة والتنوين من الجزء الخامس عشر في المصحف وكذلك الطالبات بهذا القدر نكون قد اكتفينا على امل ان شاء الله تبارك تعالى ان نلتقي بكم في الاختبارات النهائية ويكون الله سبحانه وتعالى قد من عليكم بالتوفيق والفلاح والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته